هذا البرنامج برعاية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وكفاء وصلاة وسلام على البشير الهاد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن قتفى ثم أما بعد حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات في مشارق الأرض ومغاربها أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي سلام الله عليكم جميعا ورحمة وبركاته أحبتي في الله إننا اليوم بإذن الله جل وعلا في برنامجنا الإسبوعي استقيموا قال ربنا جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تعزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الاستقامة هي أساس الحياة نعم وهي أساس رغد العيش والله إن كنت في نعمة فرعها وإن كنت تريد أن تكون في نعم وزحام من النعم فاستقم كما قال ربنا جل وعلا لنبيه محمد فاستقم كما أمرت إننا الآن في أيام مباركات ألا وهو شهر الله المحرم الله 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 لا تعالى هنا بقى عشان نذاكر سوا كويس يعني إيه شهر الله المحرم وش معنى الشهر ده الوحيد الذي نسب إلى ذات الله العلية جل وعلا نعم شهر رمضان لم ينسب إلى الله يعني ما بنقولش شهر الله رمضان ما بنقولش شهر الله ذو القعدة ما بنقولش شهر الله ذو الحجة ما بنقولش شهر الله رجب رغم إن الشهر دي من الأشهر الحرم قال ربنا جل وعلا إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم من الأربعة الحرم اللي هما إيه اللي هما ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم وراجب نعم تلاحظ إن في وسط دول ما قلناش شهر الله إلا على إيه إلا على محرم طيب شمعنا طيب ما هو شهر الله دي أمر يعني أمر في غاية العجب والعجاب لما نقول بيت الله يبقى غير أي بيت صح؟ شهر الله يبقى غير أي شهر لا ده أكيد ده معظم أوي معينش لأشهر الحرم كلها معظمة الطاعة فيها معظمة والزنوب فيها مغلظة لكن شهر الله المحرم هذا أعظم للطاعة وأغلظ للمعصية فعندما نقول شهر الله نقول بيت الله نعم إذن هذا البيت مميز عن أي بيت إذن شهر الله المحرم مميز عن أي شهر طب هو تميز بإيه؟ تميز بإن فيه يوم من أعظم أيام الله الذي قال ربنا جل وعلا وذكرهم بأيام الله إحنا لازم أن نذكركم بيوم من أيام الله بل وهو من أعظم أيام الله على الإطلاق ألا وهو يوم عشراء الله أكبر هو إيه اللي حصل في يوم عشراء وإيه أسرار شهر الله المحرم؟ هل تعلمون أن يوم عشراء هذا؟ أول شيء هذا هو اليوم الذي تاب الله جل وعلا فيه على سيدنا آدم لما سيدنا آدم عصى ربنا يؤم ربنا يباعد بين آدم وبين الجنة سبع سماوات إيه وعد تستهون بالمعصية أبدا أنت ممكن معصية واحدة تبعدك عن ربنا وترجعك لورا يعني عشرين سنة عبادة ترجعك لورا عشرين سنة أنت كنت فيهم في طاعة خمسين سنة أنت كنت فيهم في طاعة يتمسحوا بأستيكة سيدنا آدم عشان بس عصى ربنا وأكل من الشجرة وكان عايش في الجنة كانت الملائكة بتخدمه وكان يعني في رغد طيب من الحياة بس وربنا قال له كل من كله إلا الشجرة دي ولكن الشيطان إيه واسوس لهم فبدت لهم سوآتهم وطفق يخصفان عليه من ورق الجنة الآيات ولكن كانت النتيجة من ربنا جل وعلا أنه أخرج آدم من الجنة ونزل إلى الأرض نزل ما بينه ما بين الجنة اللي كان فيها سبع سماوات فإوعد استهوم بالمعصية أبدا أن يتبعدك عن ربنا هذا المقدار المهول ولما نزل وربنا سبحانه وتعالى بعدما أن استغفر آدم ربه قال ربنا جل وعلا فتلقى آدم من ربيه كلمات فتلقى آدم من ربيه كلمات فتاب عليه قال أهل العلم أن الله جل وعلا تاب على آدم في يوم عشراء هل تعلمون أن يوم عشراء؟ هذا رد الله على يعقوب فيه بصره؟ إيه والله إيه ورب الكعبة سيدنا يعقوب لما فقد بصره ربنا ردله بصره في يوم عشراء هل تعلمون أن يوم عشراء؟ هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى نعم من فرعون نعم ونجى من الغرق والعاصة العاصة مجرد أن ضرب بعصاه البحر فانفلق فأصبح إيه؟ كالتوض العظيم يعني عبارة عن زي أسفلت بالظبط أنت متخيل البحر يتشقلك ويبقى كأن أسفلت بالظبط تتعدي من عليه؟ إيه ده؟ العاصة العاصة اللي كان اللي كان سيدنا موسى متردد يا خطأ من ربنا أيوة العاصة اللي ربنا قال له خذها ولا تخف خذها ولا تخف أيوة دي رسالة ليه وليك دي رسالة ليه وليك أيوة امشي على الطاعة إيه وعا تتردد؟ أنا عايزة توب إيه وعا تتردد؟ توب الآن عايزة بطل الزنب الفلاني إيه وعا تتردد؟ الآن الآن هيا بنا لنجدد الأوبة والتوبة والإنابة والخضوع والذل والانكسار والمهابة بين يدي العزيز الغفار أعمرنا فضل فيها أبدي إيه؟ الله أعلم الشباب الآن يموتون كثرة وهي من علامات الساعة أن يكثر موت الشباب إخواني وأخواتي في الله أحبابي نعم أفيقه قبل فوات الأوان نحن في أيام مباركات أيام الله جل وعلا فرصة عظيمة ها اللي ربنا يوم عشراء ده النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بصيامه نعم كان يصوم يوم العشراء ولكن آخر سنة في حياته قال أراد عندما أراد أن يخالف اليهود والمشركين نعم قال لئن بقيت للعام القادم لأصومن التاسعة والعاشر يعني عشان يخالف اليهود لأن اليهود يصومون يوم عشراء فقال النبي نحن أولى بموسى منهم نعم فصوم التاسع والعاشر في نقطة مهمة هذا اليوم يوم عشراء نجى الله فيه إبراهيم من النار الله أكبر السفينة بتاعت سيدنا نوح يعني أنت متخيل لما قال ربنا جل وعلا ويتجربين في موج كالجبال نعم موج كالجبال الدنيا كلها غرأت الدنيا كلها غرأت أنت عارف المية بقت علو الجبال وسيدنا نوح بيناد ربنا سبحانه وتعالى نعم عشان ينجيه يقوم واستوت على الجدي آه 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 الله الله أنت متخيل اوعى تفقد الآمل أبدا والله العظيم مهما كنت في غم وفي هم وفي ضنك آه آه والدنيا كلها بتكيد لك كيدا اوعى تفقد الثقة أبدا إن فقدت الثقة في اللي حواليك إياك أن تفقد الثقة في آه من خلقك جل وعلا ربنا قال له خذها ولا تخف ها وهو مش عارف إن العاصة دي هي اللي حينشأ بها البحر سبحانك يا رب فإنت لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر ابنك مات استعوض ربنا سبحانه وتعالى ابنك مات حجة استعوض ربنا سبحانه وتعالى ما تعرفيش الخير فين ابنك ما جبش الكلية اللي هو عاوزها ايه المشكلة تذكر قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر سيدنا موسى كان خايف يخذ العاصة من ربنا ربنا قال خذها ولا تخف وموسى لا يدري أن بهذه العاصة سينجو ويعبر البحر نعم وسيغرق فرعون وينجو موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأسكى السلام نعم في هذا اليوم نجى الله فيه يونس من بطن الحوت عندما كان يسبح بحمد ربه وهو نعم في بطن الحوت ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رغم إن في رواية أنه لم يكن في بطن الحوت لكن كان في الفكين لقوله تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم كان لسه في الفكين وانت عارف أن فك الحوت ممكن يبقى أدل استوديو اللي احنا عاديين فيه ده كله عشان كده يقوم ربنا يقول إيه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه لا لا للبث فيه لمن هنا للبثا يعني كالنزل في بطنه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون شهر الله المحرم لماذا سماه ربنا جل وعلا بشهر الله ليه نسبه إلى نفسه ليه النبي قال عليه أنه شهر الله المحرم قال لك بداية السنة وكمان في أول السنة وكأنها رسالة عظيمة من ربنا يا يحيى خذ الكتابة بقوة اه ابدأ السنة بقوة هي معناتها كده خذ المنهج بقوة ابدأ العبادة بقوة أيوة ما هو أصلي النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر الله المحرم كان يكثر من الصيام في شهر الله المحرم والعبادات اللي فيها مشقة كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في شهر الله المحرم بهذه العبادات وكأنها رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم ملينا أنها بداية محرقة لكن نهاية مشرقة اي والله هي بداية محرقة صيام وعبادة وقيام أعظم القيام في قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في شهر الله المحرم أعظم القيام كأنها رسالة أيضاً أننا إذا صمنا النهار وقمنا الليل كانت البداية نعم صعبة شوية لكن النهاية إيه؟ النهاية مشرقة إيه ورب الكعبة نهاية مشرقة وإحنا دائماً نقول أن بداية الطاعم من شهر الله المحرم بداية سلم شهر الله المحرم إن بدأت السنة صح حتنهي السنة صح ربنا سبحانه وتعالى ينهي لك السنة بشهر محرم نعم ويبدأ لك السنة بشهر محرم نعم ذو الحجة شهر محرم شهر حرام نعم مغلص فيه المعصية ما هو عندك ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم وشهر رجب أنت عندك من محرم لرجب شهر عدة كتير لكن إن السنة تنتهي بشهر محرم بعد حج بيت الله الحرام وكأنه عشان خطر يحافظ على الحجة بتاعته ويجي كمان شهر يبدأ بالسنة عشان يلتزم بالطاعة ويتعود على العبادات وعلى مشقة الطاعة عشان بعد كده تيب النهاية إيه؟ النهاية مشرقة يعني بداية فعلا لابد أن تكون بداية موفقة نعم ما هو اللي هيبدأ من محرم والله العظيم هيوصل لليلتي الأدر بسرعة جدا واللي هيجي من رجب يشد العزيمة هيوصل لليلتي الأدر بسرعة أيوة طب إيه علاقيتها بليلتي الأدر ما هو أنت يا ربنا بيوفقك ما أنت مجيش تسيب السنة كلها وتبدأ رمضان هتلاقي المساجد فضية هتلاقي المساجد فضية فضية ليه؟ عشان خطر أصله طلع السلم وعد يجي عشر درجات فلازم أن يقع على جدر أبته ينكسر نعم أفيقه قبل فوات الأوان نحن في أيام مباركات نعم نحن في أيام مباركات اوعى تستكتر حاجة على ربنا أبدا ربنا نجى يعني سيدنا موسى من الغرق ربنا نجى سيدنا يونس من بطن الحوت ربنا نجى سيدنا إبراهيم من النار ربنا نجى سيدنا إسماعيل من الذبح نعم كان في يوم عشراء هكذا ورد أيضا أنه نجاه الله جل وعلا من الذبح ففديناه بذبح عظيم كان في يوم عشراء إخوة يوسف بعد أن تابوا تاب الله عليهم في يوم عشراء أيوة الأمل موجود أصحاب الزنوب وأصحاب المعاصي الباب مفتوح يوم عشراء الباب مفتوح على مصرعاي يعني ربنا عمل دا كله وإخوة يوسف اللي رموه في الجب وعملوا فيه وكادوا له كيدا أكثر من كيد النساء يعني اللي يقولك كيد النساء لا دا كيد الرجال أعظم شوف إخوة يوسف عملوا إيه في سيدنا يوسف ورغم ذلك تاب الله عليهم وصاروا أنبياء صاروا أنبياء يوم رد الله بصر سيدنا يعقوب نعم يبا إذن لا نستكثره أبدا الزنوب حملها ثقيل إخواني وأحبابي الذنوب تهتك العصم الذنوب تنزل النقم الذنوب تبدل النعم يبا إحنا المفروض نتوب ولا من تبشي المفروض نتوب وإوعى تشك في ربنا أبدا لأ إنت وإنت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى كن على يقين أن الله جل وعلا سيقبلك نعم قالت رسلهم أفي الله شك فاطل السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم أيوة ربنا بيدعونا عشان يغفر لنا ذنوبنا ربنا بيدعونا عشان يكفر عنا سيئاتنا الفرصة قاتة قال ربنا جل وعلا وذكرهم بأيام الله نعم ليه تذكرة عشان ترجع قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون خلي بس عندك ثقة ويقين في رب العالمين قال تعالى في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء إن خيرا فخيرا الرجل اللي دخل عند الكعبة وهو مشلول وهو يعني قاعد على كرسي عجل وقال يا رب لن أخرج من هذا المكان إلا ساعيا على قدمي وأقسم على الله نعم رب أشعث أخبر لو أقسم على الله لأبره قال له يا رب وعزتك وجلالك أنا ما نطلع من هنا اللي على رجلي وفعلا طلع على رجله يا جماعة والله العظيم أنا مش بجيب لك مثال من أيام الصحابة عشان ما تقولش ده أيام النبي وأيام الصحابة لا ده من أيامنا هيه أيامنا اللي احنا فيها والله عند الكعبة داخل على كرسي عجل طلع ماشي على رجله ها اوعى تفقد الثقة أبدا ها قال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون حد مديئك أيوة إلجأ إلى الله في يوم عشراء عندك ضيق في الرزق ها أيوة أنا سمعت في غلاء ها وفي وباء وفي كرب ها هيكون أعظم من السيدنا موسى اللي اتعمل فيه هيكون أعظم من السحرة اللي كاده لسيدنا موسى وجابوله تعبين تعبين انت متخيل كان بقول سبعين ألف ساحر يجبوله تعبين التعبان طوله انت متخيل طوله ميل يعني ثلاثة كيلو انت متخيل ها ويقوم ربنا سبحانه وتعالى يهيأ لسيدنا موسى ايه ان العاصل اللي في ايده تلقف يعني تبلع التعبين دي نعم فاذا عصاهك ايه تلقفه ها فبعدها ايه اللي حصل خروا له سجدين ايوه ما السحرة خروا له سجدين ياخي ارادة ربنا سبحانه وتعالى اوعى تظن في الله ظن السوء أبدا اوعى تشك في الله أبدا انه هو مش هيديك لا لا السيدة يعني ام موسى ام موسى ضربت لنا مثالا عظيما في الثقة واليقين في رب العالمين ها مين يقدر يرمي ابنه في الماية مين مين يقدر يعملها النهاردة اما ربنا يقول واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم واليم هو ماء النيل مين فينا مين فينا عنده اليقين في ربنا كذا ها فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين الله 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 رماته في المية في رواية يقولك طب رماته في المية على طول ولا رماته في التفسير هنا في صورة طه أني قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم يبقى ما كانش في المية على طول يبقى كان فين أيوة قول أنا سامعك قول أيوة وإنت سامعك قولي أيوة بالضبط كده نقذفيه في التابوت فقذفيه يبقى حطته في التابوت وحطته فين في المية فليلقه اليم بالساحل وليأخذه عدو لي وعدول ترتيبات الملك غير ترتيباتنا إحنا إنت بتعمل وإنت مش عارف ربنا بيرتب لك لإيه إنت ما خلفتش ومش عارف أن ربنا حيش عنك إيه إنت عيالك مات ومش عارف الخير اللي ربنا شايله لك إيه نتيجة الصبر ما كلنا هنموت ما كلنا هنموت يا جماعة ومين فينا اللي يخلت ها يعني شوف ترتيب الملك يقوم سيدنا موسى يروح فين يتربى في بيت عدو الله وعدو موسى يعني ده موسى قتل سبعين ألف وقيلة تلاتة وسبعين ألف طفل ذكر ها من أجل رؤية منامية شف شف إن رؤية الصحراء قالوله ده معناتها الرؤية دي إن طفل سيولد في بني إسرائيل سيبددك ملكك إن شاء وسيطردك من البلاد إن شاء وسيغيد الدينك إن شاء وسيقتلك إن شاء فرح أعطى فرمان إن كل طفل ذكر يولد في بني إسرائيل لابد أن يضع السكين على رقباته وإذ بأحشاء أم موسى تتحرك فإذا جنينها فتبكي وتصرخ ما خيف يطلع ولد حينحط السكين على رقباته وفعلا بعد أن وجدته ولدا فلما بكت وصرخت ها أنزل الله جبريل عليها بقول رب العالمين وأوحينا إلى أم موسى الله الوحي نزل عليها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني حبيبي حبيبي في الله حبيبي اوعد خاف اوعد خاف طول ما فيه رب احنا في أيام صعاب نعم نحن القلوب الأنتئين لكن كن على يقين إن طالما لنا إله ولنا رب نافق فيه فالأمر إليه متروك والصعب عنده يسير يعم ربنا هيسر الأمر نعم إن مع العسر يسرى نعم ألا يكفيك من الله جل وعلا قوله إن مع العسر يسرى مش بعد العسر لا إن مع العسر يسرى مع المصيبة في انفراجة ما تخافش نعم هي دنيا دنيا بتقلبنا راح جاية غلاء وباء وبلاء آه ليه دا كله ربنا سبحانه وتعالى بيمتحنا ويريد أن يرى منا هل نحن صابرون ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في كل شيء ها ألا يرى الله جل وعلا الذين يذبحون في غزة أو في فلسطين بعض الناس بيقولوا كده آه يقولك وربنا مش جايف اللي بيحصل يا أخي ربنا له حكمة يا أخي الشهيد في سبيل الله ها لو رجع تاني على قيد الحياة يتمنى أن لو يزبح مرارا من عظيم ما يرى ومن متعة ما يرى لكن من اللي بيتألم إحنا إحنا ليه عشان إحنا اللي تخلينا عنهم من اللي بيتألم إحنا لأن إحنا اللي بيزنبنا ومعصينا ربنا بيبتلين بهذه المناظر التي نراها ليلة نهار نعم ليلة نهار لكن الحل والنتيجة إيه وذكرهم بآيات الله الفرصة جتها يا جماعة مش بعيد والله إن إحنا نصلي قريبا في المسجد الأقصى نعم اللي نجى موسى وعده والله العظيم هينجينا أريب وينجي أهل غزة وفلسطين وكل المستضعفين في بقاع الأرض قبل أن تنتهي هذه الحلقة المباركة وسينتهي العمر كله وإن لله وإن إليه رجعون يعني انتهى الوقت سريعا وسينتهي الأجل كله يعني جاءني خبر يعني مفجع لأخ فاضل يعني أحسبه عند الله ولا أزكيه رحمة الله عليه عادل شهدة شقيق حبيبي وأخويا في الله عمد شهدة يعني توفاه الله وهو شاب في الثلاثينات من عمره لكن إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وفي آية لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يعني الخبر نزل علينا كالصعيقة ونحن جميعا نعلم أنه من علامات الساعة أن يكثر موت الشباب فيكفي أن له أما على قيد الحياة نعم لا زالت على قيد الحياة تتنفس يعني أقول لها وبالله التوفيق احمد ربنا أني ابنك مات في حياتك عشان تدعو له لأن دعوة الأم مجابة يعني أنا أعزي نفسي أولا قبل أن أعزيهم لأن أخي لي في الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل الليلة هي خير لياليه ببركة هذه الأيام المباركات وأن يدخله الله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم في هذه الأيام المباركات نسألك يا ربنا أن تنجينا من الفتن ظاهرها وباطنها كما نجيت موسى نعم كما نجيت موسى ونجيت إبراهيم ونجيت نوحى من الغرق نعم أسألك يا ربنا أن تنجينا مما نحن فيه وأن ترزقني وإياكم صلاة في المسجد الأقصى عن قريب منصورين غير مهزمين يا ناصر يا أمين اللهم وحد بين صفوفنا ألف يا رب بين قلوبنا انزع العصبيات من بيننا ردنا ورد شباب الأمة ورجالها ونساءها إلى دينك مردا جميلة اللهم واكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد نبيك المصطفى العدنان والصلاة دوما في روض سيد الأنام ولا تحرمنا يا ربنا رؤية الحبيب المصطفى الليلة في المنام يا ربنا وانتا نشوف سيدنا النبي الليلة في المنام آمين آمين يا رب العالمين إلى أن ألتقي معكم في الإسبوع المقبل في برنامجنا الإسبوعي استقيموا إلى أن نلتقي وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته